بسم الله الرحمن الرحيم مقرر Machine Elements Design 1 Chapter Introduction لازلنا نتحدث عن الإجهادات المختلفة وباختلاف نوع الحمل يختلف نوع الإجهاد الإجهاد اللي موجودة عندنا اسمه Torsional Stress أو إجهاد الإلتواء بيرمز ليه بالرمز Tau نفس الشير سترس اللي احنا أخذناه قبل كده بس طبعا الشير سترس اللي كان فيه اتجاه القوة بيتوازى أو يتماس مع اتجاه المساحة كنا بنقول عليه Direct Sheer التورشنال سترس قيمته بتحدد من التالي قيمة التورك مضروب في R على G خلنا نشوف الحاجات دي مع بعض على العمود اللي قدامنا بالشكل ده كده اللي هو متثبت من طرف وحر من الطرف الآخر بيأثر عليه من الطرف الحر تورك اللي هو عزم الإلتواء التورك هنا اللي هو ده ضرب ال R اللي هو نصف القطر طبعا مش بتضرور يكون ال R كاملا لأنه عندي هنا بسبب الإلتواء ده بيتسبب فيه إجهاد قص اللي هو التورشنال سترس قيمته بتكون أقصى عند الأطراف أو على السطح الخارجي السطح ده كله يعني عنده أقصى قيمة لالتورشنال سترس فأنا معني طبعا بأقصى قيمة لأني بصمم على القيمة القصوى فبالتالي لو عوضت بالقيمة R بنصف القطر والقيمة جي اللي هي بتمثل اللي هي بتمثل البولر مومنتوف انيرشيا أو السكند مومنتوف ايريا وده قيمته بالنسبة للمقطع الدائري باي على اه اه اتنين وتلاتين دي أصر بعة لو عوضت بالقيمة دي هنا بالجي باي على اتنين وتلاتين دي أصر بعة وبالآر بتساوي دي على اتنين لو نص القطر هيطلع عندي النتاو يساوي 16 في التورك على باي في الدي تكاين ومن هنا أقدر أحصل على القطر لو أنا عندي مثلا سترس طورشنال سترس بقيمة معينة لماتيريال معينة وتورك بمعرفة قيمة التورك أقدر أن أنا أطلع القطر اللي يتحمل هذا السترس طيب ده البيزد اون سترينث أما لو حبيت أن أنا أصمم بيزد اون رجيريتي فبلاحظ العلاقة التالية اللي هي ثيتا زاوية اللي التواء اللي حدثت عندي بتساوي التورك ضرب الال على الجي في الجي التورك اللي هو عزم اللي التواء اللي موجود عندنا الال اللي هو بيمثل الطول الخاص بالعمود الجي احنا قلنا أن هو البولر مومنت في إنارشا الجي هنا ده بسميه الموديلس أو معامل الجساءة وهلاحظ هنا أن فيه تناسب عكسي ما بين ثيتا اللي هي زاوية التواء والموديلس أوف رجيريتي وده طبعا بكل ما يزيد رجيريتي تقل زاوية الالتواء وده طبعا تطبيق أنا بحتاجه في بعض الأحيان لو عوضت بالجي بقيمتها هنا اللي هي باي على اتنين وثلاثين دي قصة أربعة ممكن أن أنا أقدر أطلع القطر المناسب من وجهة نظر الدزاين اللي هي بيزد اون رجيريتي في نقطة أحب أن أنا أذكرها أيضا بالنسبة للمومنت اللي احنا أخذناها قبل كده لو عوضت بقيمة اي دي باي على اربعة وستين دي قصة أربعة هيطلع عندي أن السيجما بيندينج بتساوي اتنين وثلاثين ام على باي دي تكعيب ومن هنا أقدر أطلع قيمة القطر المناسب اللي بيتحمله البيندينج استرس الخلاصة أنه باختلاف نوع الحمل بيختلف نوع الإجهاد شفنا قبل كده أن في عندي تنسايل لود بيسبب تنسايل سترس إجهاد شد حمل شد بيسبب إجهاد شد وحمل ضغط بيسبب إجهاد ضغط اللي هو الكمبريسيف لود بيسبب كومبريسيف سترس وشفنا طبعا أن بعض الأحمال إذا كانت فيه اتجاه موازي للمقطع أو مماثي لي بيسبب الدريكت شير سترس وتعرفنا أيضا على البيرينج سترس وشفنا أنه المومنت بيسبب بيندينج المومنت بيسبب بيندينج والتورك بيسبب تورشنال سترس وبكده نكون أنهينا الشابتر تا الانتروداكشن نلقاكم في الشابتر التالي إن شاء الله اللي هو بيتكلم على الفاليار سترس موسيقى